موسيقى أهلا بكم مع عزائي المشاهدين مجددا في حصة بلا قيود حصة اليوم على قناة البلاد حصة بلا قيود سيكون ضيفي بعد الفاصل الدكتور عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم للحديث عن قرار الحركة المتمثل في المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة وكذلك للحديث عن تفاصيل أخرى تخص حركة مجتمع السلم قبل ذلك كما عودناكم تعليق الأسبوع ربما تعليق هام وتعليق لازم نقولوه لأن التاريخ ما ينصف أي إن كان يتعلق بالوضع الاقتصادي لبلادنا ربما اقتصاد بلادنا لكنا ولازمنا ننتظر ونتوقع ونتوقع أنه يكون اقتصاد منتج كنا نعتقد وننتظر ونتوقع ولازمنا ننتظر أنه يكون اقتصاد يخلق فرص العمل اقتصاد يخلق فرص العمل كي تخلق سيولة والسيولة طبعا تخلق طالب على البضائع وتخلق ينعش الاقتصاد تتنعش الخدمات مما ينعش الاقتصاد يكون هناك فائض وتكون هناك توسعات ومشروعات جديدة لكن يبدو بأنه التوجه الحالي لبعض وزراء حكومة سلال بعيد كل البعد على الإنتاج لازمنا ننتظر في تخفيض فاتورة الاستيراد لكن يجب أن تكون هذا التخفيض على الفاتورة ليس فقط على حساب المواطن ليس فقط على حساب الزوالي يجب أنه تكون تخفيض فاتورة الاستيراد مبنية على أسس وطرق واضحة وفي شفافية كاملة خلينا نتكلم ربما عن الحدث الأبرز اللي عرفتوا بلادنا هو قضية فواتير الكهرباء لمواطنين تعنا في الجنوب الجزائري ما قدروش يدفعوا فواتير الكهرباء فواتير اللي جاءت بربع ملايين وخمس ملايين فواتير زايدة طبعا المواطن لازم يتحمل لكن أين الخلل؟ الخلل نعتقد بأنه في الناس اللي رأي تصير في هذه المؤسسات العمومية خلينا نمد بعض الأرقام بتاع سونالغاز سنة 2010 سجلت الشركة حوالي 41 مليار دينار عجز وسنة 2011 الحكومة خصت غلاف مالي لدعم شركة سونالغاز بـ 200 مليار دينار يعني حوالي 20.000 مليار سنتيم أنا ذاك في حوالي زوج ملاير دولار كي تنعش هذ الشركة العمومية ودارت مخططة على خمس سنوات باش تعاود تكون رونطاب لكن بعد خمس سنوات رانا في 2016 الشركة مسجلة الآن حوالي عجز بنسبة 64 مليار دينار يعني 6400 مليار سنتيم عجز من دون شك ما يتحملوش فقط للمواطن خلي لازم تكون عندنا الشجاعة والجرأة عجز يتحملوها أيضا الناس اللي يسيروا في هذه المؤسسة وفي الشركات العمومية المفليسة هذه الشركات العمومية الآن اللي أصبحت مفليسة ولي أصبحت عبئة على الحكومة وعلى الدولة لازم تكون قرارات جارئة إما نضع أشخاص أكفاء قادرين يسيروا هذه المؤسسات العمومية ويدخلوا الفايدة إما ما نشعر فانا تتخذ إجراءات أخرى إما خاصة البعض منها خاصة اللي ما يش في قطاعات استراتيجية أو اتخاذ إجراءات أخرى لكن يبقى المواطن يدفع في الفاتورة والعجز كل يوم تحديد الشركات يزيد خلينا نقول بأنه قطاعاتنا سواء قطاع الفلاحة اللي لازم يكون قطاع منتج لازم يكون يمد أيضا لاقتصاد بلادنا ما زال ما زال ما زال ما نشوفوش في النتائج رغم أنه سيد الوزير ربما تنصب جديد منذ مدة لكن اللي قبله والآن ما نشوفوش في مؤشيرات تلوح من بعيد على أنه هناك شيء ما خلينا نقول بأنه الصناعة وكل كلام اللي اللي تقال لحد الآن الأرقام اللي تتكلم ما كان شيء ما خلينا نقول سياحة نفس الأمر خلينا نقول نفس سياحة نفس الأمر والخدمات ما نتحدثوش لذلك أعتقد بأنه بعض القطاعات الاستراتيجية اللي يفترض أنها هي اللي تكون القاطرة للاقتصاد بلدنا ما زالها في ركود وما زالها متأخرة وما زالها ما زلنا ما نصنعوش في الثروة ما زلنا ما نصنعوش ما زلنا ما ننتجوش يعني تخفيض فاتورة الإنتاج الآن رانا تقريبا نمارس في سياسة اقتصاد الجيباية يعني 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 يحلب الشعب الشعب يحمل لكن جماعة لازمنا نتفقوا على شيء أساسي أنه الوطنية ما توقلش الخبز الناس لما تروح لها الجيبا وتروح لها لبعض الأمور لغالب بعض الأمور للماكلة والشرب وتقول له فاتورة أنت عربع ملايين كاي اللي اللي يسلك تلت ملايين ولا زوج ملايين الناس ميش قاعد تسلك 30 مليون ولا 40 مليون ولا مدخلها 200 مليون و 500 مليون في الشهر كاي الناس لا غالب لذلك اعتقادي بأنه على الحكومة أن تنتبه لهذا الأمور أن تنتبه لهذا الأمور قبل فوات الأوان لأنه اقتصاد الجيباية اقتصاد قاعد نروح لجيب يعني نروح لجيب لمواطن وندير لطاكس وندير الضرائب وندير الغرامات وندير ما يديناش البعيد ما يديناش البعيد ما يوصلناش البعيد وما يعطيناش اقتصاد منتج وما يعطيناش شي كثير يعني معظم اقتصاديات الدول اللي نجحت والأمثلة معروفة ترقيا والماليزيا والبولندا والكوريا كلها معروفة تبعت خطوات معروفة يعني دخل لجوجل تعرفها معظم الدول اللي اللي لجئة الاقتصاد الجيباية ما رحتش بعيد خلينا نتكلم أيضا على مسألة هنا لازم نتكلم على مسألة الدعم ربما 30 أو أكثر من 30 مليار دولار رايحها للدعم كما قال السيحدات قال لك أنا نشري تيب بنات على الخبز من نيم الزوالي يعني ولي حد الآن ما زال ما كانش دعم ذاكي الدعم ديره للزوالي لكن لي رزقه ربي لماذا تعطي له أنت الدعم للمواد الأساسية أيضا هذا مشكل بلا ما نتكلمه على البياروقراطية ونتكلمه على أمور أخرى اللي لازم على الحكومة قبل فوضة الأوان أنه تأخذ بالها منها لأنه لما تتكلم على بعض الأرقام والله العظيم لما تروح أنت مثلا تركيا فقط في 2004 كانت ما داخلت الأفلام تحها والمسلسلات 10 ألف دولار في 2015 دارت سيميهوبي لا رك تسمع فيها حوالي 250 مليون دولار وزاد جابت سياحة لبلادها ويتابعوا فيها المسلسلات تحها حوالي 400 مليون مشاهد عبر العالم احنا ما كان يعني حتى قطاع راو يدخل لنا و لما تتكلم تشوف بعض الوزارة يتكلموا تضربك الدهشة يعني يتكلام كلام 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 لما تروح للأرقام ما تلقى ويلو تلقى 98% مداخل تعملها الوقات وزوج بالمئة يقسموها الخاوة الباقية بلاك فيها تتمر وفيها من شعال إذن لابد أننا نأخذ بالنا اقتصاد الجيباية ما يوصلناش كثير وإذا تطلب الأمر إذا تطلب الأمر من سيد الرئيس ومن سيد الوزير الأول ضخ دماء جديدة قادرة إنها تمد دفعة وأكسجين جديد للحكومة لما لا لما لا لبلادنا قبل كل شيء بلادنا قبل كل شيء أيضا ربما بودي أني نتكلم على موضوع هام هام وقبل ما نتكلم عليه بودي سيد علي المخرج تعنا ينعطلنا هذا الفيديو ثم بعد ذلك نتكلموا عليه فيديو هذا التعسيد ولي وليت سكيكدا اللي كان في أم البواقي ثم عندنا كلام ونقولوه عليه سيد علي أعطينا الفيديو من فضلك او جورد وي فولي كوملي أنا أطلع معك أسي المير أسمع أسي أسمعني وأصلا أطلع معك اليوم تيها سينون وقفك تخدم خدمتك التواطع هذه تقدة عندها اوه ليس عندها عشر أيام من اللي بدأتو الأكثر وتقولي محذرة تمسخير راح ينطل بها كلبنا فوضوي دونك مننا العشية فولوك حتى المشاكل حتى لأنه شارك معنا في حصة صفحة كيف قال قدير المشاكل تقولهم لا مش بريبي تأوش من الصن فراك ينطل معك أسي المير اليوم ندير لجنة الولاية وتخرج تخرج كابتك وتخرج كابتك وتخرج نساكة تبدأ هي أول ايبا تبدأ اليوم نعطيك تعليمة تبدأ هذه معنا دونك برودتين كمانسي بارلو 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 تأخذ انا لا أتخذ كمانسي بارلو شاهدنا سي عبد الحاكيم شاطر ولي ويليتسكي كيف يقولون كابتك المقاول السيد هذا اللي كان مكلف بوحد العمل بمؤسسة ثقافية في سكيكدا وقبله كان فيديو فيهم البواقي لكن الان الفيديو تاع سكيكدا هذا فيديو خليه لازم نوضعه بعض النقاط على الحروف اول حاجة يقولوا هز كابتك ونردك زيرو سيل والي انت ما تردش الناس زيرو وما عندكش الحق باش ترد الناس زيرو انت موظف عند الدولة الجزائرية فعلا راك معين بمرسوم من طرف رئيس الجمهورية لكن انت موظف يا اخي عند الدولة الجزائرية واحد ما اعطاك الحق باش ترد الناس زيرو كاين قاضاء كاين عدالة هي اللي تفصل في مثل هاد الامور تانية كاين قانون السفقات العمومية يعني في حالة كما هذي انت نرمو ما تكلمش كلام يعني موظة هذي تعني تدي الكاميرات معايا تدي الكاميرات معايا با هي يقولوا راني نخدم ونهين الناس التالتا راك تسببت ان تفضرر معناوي للسيد هذا يا اخي والناس اللي هذي عنده عيلات عنده ولاد عنده زوجة عنده جيران وز كابتك ويروح وين يروح هذا جزائري كما انت كما هو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ونتمنى من السيد ووزير الداخلية وانسان يعني معروف انه انسان محترم انسان معروف سي نور الدين بدوي نتمنى انه مثل هاد الامور ما تتكررش يعني سبحان الله هذي كابتك ونردك زير وين رانا رايحين وين رانا رايحين جميع يتذكر ذلك الشاب اللي بالحادثة تعوي معروفة في مصر مع ابن عمر ابن العاص لما رايحش قال لسيدنا عمر قلو 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 اضرب ابن الاكرامين يعني سبحان الله العظيم سينيا ان انت والي شكو انت يا اخي نترك والي فقط موظف غدوة يتوحال على التقاعد ولي تروح للقهوة وتتوانس مع عشية بصحابك هذا مكان يعني كيفاش تهين الناس نورمال وانت والي نترك قدوة نترك قدوة نحقروش الناس اجمعه موش ليعطاها ربي يدرك سلطة يحقر الناس لا نتمنى من سيد وزير الداخلية باش ما نتكلمش اكثر انه مثل هاد الامور سبحان الله العظيم يعني ادير كاميرا روح انهي الناس كين مشروع مقاول مقامش بالعمل تاعه كين اشراءات قانونية تتخذ كين عادة لا كين اشراءات ادارية بعيد على هاد التهريج هادا سبحان الله العظيم سبحان الله اعزائي المشاهدين معديرا اذا الانسان تفاعل او انفاعل مع هذا الفيديو اللي يقلق والله صارح يقلق والله صارح يقلق بعد الفاصل سيكون ضيفي الدكتور عبد الرزاق مقري للحديث على حركة مجتمع السلم التي صنعت المفاجأة بمشاركتها في الشرعية القادمة ماذا سيقول الدكتور لا تذهبوا بعيدا انتظرونا بعد الفاصل اهلا بكم اعزائي المشاهدين مجددا في حصة بلا قيود مع ضيفي الدكتور عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم للحديث عن القرار الاخير الذي اتخذته او اتخذه مجلس الشرع القاضي بالمشاركة في الشرعيات القادمة الدكتور بارك الله فيك اشرفني بحضورك اهلا وسهلا تحية طيبة لك والسيدة المشاهدين السلام عليكم برحمة الله وعليكم السلام دكتور ربما قراركم كان مفاجئ للبعض الدكتور مقريم الذي ربما يرى فيه البعض بانه معروف بمواقفه وتصريحاته اللي تذهب ربما البعض يصنفها في خانة المقاطعة اكثر منها المشاركة مجلس الشورى اتخذ قرار بالمشاركة وانت طبعا والحركة اتخذت قرار بالمشاركة كيف شد هذا القرار كيف شده هو قرار طبيعي وعادي مبني على دراسات طويلة نحن قبل ان نتخذ قرار تريثنا كثيرا درستنا تجارب الاحزاب في الجزائر وخارج الجزائر الاحزاب التي قاطعت من قبل وكيف عاشت تجربتها وما هي الدروس التي استخلصتها سواء بعض الاحزاب الجزائرية المعروفة او بعض الاحزاب في خارج الجزائر خاصة بالنسبة الاحزاب الاسلامية واستفدنا من خبرتهم ومن تجربتهم كذلك درستنا الافاق المستقبلية يعني اذا ما قاطعنا ماذا سيحدث طرحنا على انفسنا هذا السؤال اذا قاطعنا ماذا سيحدث وجدنا بانه لا يحدث شيء الا اننا سنمنح للنظام السياسي فرصة ليذهب الى نتيجة انتخابات ديمقراطية بدون تصوير غير مستحقة لان حينما يكون الفرص في الساحة وحده سيلحقه لو كان بطيعا يعني ويكون لحوقه شرعيا نحن لم نشارك بكل تأكيد سنحقق مقصد لدى بعض من يصنعون نتائج انتخابات من خلال التصوير يعني وهو انه سينجحون بدون تصوير كذلك طرحنا على انفسنا سؤال يعني اذا ما نحن لم نشارك في الانتخابات بسبب الشروط العصيبة التي يعرفها الجميع معنى ذلك سنقاطع كذلك انتخابات محلية معنى ذلك ان انتخابات الشرعية المقبلة اذا كانت في نفس الظروف سنقاطعها وبالتالي ستخرج حركة مجتمع السلم كلية يعني من الساحة السياسية ولا تصبح لها وصف حزب سياسي نحن اخترنا المقاومة اخترنا المقاومة السياسية خليني هنا نسأل دكتور ربما الان انت تقريب بعد ما قررت انكم تشاركوا تقررون بانو الانتخابات القادمة ستكون نازهة بما انكم قررتوا انكم تشاركوا لا لان وحد اللي عارف يقول لك قائل وانت ربما تعليقات ويقول لك قائل لما عارف انت ان الانتخابات الجاية مزورة انا ما نشاركش فيها نحن شاركنا في انتخابات سابقة مزورة وفرضنا ارادتنا رغم التزوير لان التزوير الانتخابي هو يضرك بقدر انصراف الناخبين عنك يعني انت اذا كان عندك كتلة ناخبة تصوت عليك في كل وقت فان التزوير يضرك اقل في حين الاحزاب التي ليس لها حضور التزوير يهدكها لان التزوير الموجود في الجزائر انهم يضيفون لأحزاب اخرى هناك كتلة انتخابية وهمية وتوزع كوطات لأحزاب الموالات هذا المعروف هذا يضعف من رصيدك لما تتكون حزب قوي ولك قبول ولك كتلة ناخبة وفية لك فانك ستأخذ حقك وستبقى موجود ستبقى موجود في الساحة ماذا خايف من الانتخابات الجاية ماذا خايف نبدا نخاف لكن ماذا خايف ينقانعين بانه مثلا ما تعين السيد ربال رغم انك انت كنت عندك تغريدة في فيسبوك تقول فيها بانه حتولوا وعين صحابي جليل ما يقنعناش الامر لكن بعد ما تعين واحد من التيار يعني تعكم سي عبد الرزاق هو سيد ربال ماذا خايفين من الانتخابات الجاية نحن لا يخيفون شيء نحن نخاف على بلدنا لان التزوير الانتخابات المقبلة ليس كالتزوير الانتخابات السابقة الان الجميع يقر الان فيه اجماع لدى الطبقة السياسية سواء الذين هم في المسؤولية الحكم او الذين بأن الاحتجاجات الاجتماعية لكون تستسو سوسيال طالعة بشكل كبير جدا وأن ما هو آتي في نهاية 2017 و2018 سيكون خطير جدا إذن خوفنا على بلد نحن ماذا سنخسر نحن حينما نشارك في الانتخابات سواء زورت أم لم تزور نحن لسنا خاسرين يعني إلا إلا تزور فإذن هي فرصة للجزائر مش لنا فقط نحن بأن نسير نحو رؤية سياسية وقتصادية جديدة وفق ما طرحنا هنا في وسائل الإعلام مثل ما تعلم إذا زورت الانتخابات نحن لن نكون خاسرين لأن الذي يخسر هو الذي سيواجه الشعب هو الذي سيواجه الشعب دكتور سمعت وقالت من دون شكل التعليقات التي جاءت في الفيسبوك الكثير تهجم عليك أنت شخصيا قال لك أنه دكتور وخلنا في الصريق يعني مشينا معاه في المعارضة الراديكالية خلنا في الصريق وأنه مشاركة في تشريعية القادمة مرغمة على الدكتور يعني يعني مقري ما وش قانع تماما بحكاية هذه المشاركة إلا غالب تيار في الحركة تيار في الحركة أنت شت بدون شك تيار في الحركة اللي تزعمه طبعا تتعرف صديق أبو جر أو جماعة قدروا يأثروا في المجلس زائد زائد على أنه الآن خليني يقول لك إطارات الحركة ما يقبلوا شماية يعني يعني والفوا بالبريستيج والفوا بالبرلمان والفوا بالمناصب ومنها من لا فلان من لا راندي وش تقول هو سؤال مهم طبعا أولا الجزء الأول نتاعه هي مشكلة مفاهمية لأن للأسف شديد ثقافة سياسية في بلندن شوية ضعيفة باعتبار أن العمل السياسي لم يستقم بعد يعني سياسي مشوش من خلال تصوير الانتخابات لم يستقم الفكر السياسي العلمي المعروف كثير من الناس يفهمون بأن المعارضة معناها المقاطعة وهذا غير صحيح غير صحيح يعني أنت حينما تكون في المعارضة مهما كانت قوة الطرحة في المعارضة أنت يمكن أن تشارك في الانتخابات وتكون في البرلمان في المعارضة للأسف وادخل في ذهن كثير من الجزائريين بأن المعارضة والحرب لا خاصة لما أدخل الانتخابات الزورة هذا في كل مرة نقول انتخابات الزورة لكن ندخل في العملية السياسية لأنه لا يوجد بديل آخر أرجو أن تذكر أني في قضية البديل الآخر مهم جدا ولكن قبل ذلك أجيبك على أن رئيس حركة مجتمع السلم كان له توجه وخالفه والعكس أنا ممكن أعطيك حاجة سكوب ليك انتهي أول مرة أقوله عبد الرزاق مقري في الانتخابات الرئاسية لم يكن مع المقاطعة في المكتب التنفيذي الوطني عبد الرزاق مقري في الرئاسية الأخيرة رئاسية الأخيرة كافح كفاح شديد من أجل المشاركة في الانتخابات بتترشح؟ لا من أجل المشاركة في الانتخابات بالتحالف مع شخصية مستقلة يعني هذا رأيي أنا زيدك شفلي أنت بسكوب كملي عليه شخصية مستقلة كانوا معروفين شخصياتين مستقلتين كان سياح من بن بيتور و سي بن فليس طرحي أنا في المكتب التنفيذي الوطني هو أن نتحالف مع أحد الشخصيتين بن بيتور أو بن فليس بن بيتور أو بن فليس هذا طرحي لي في المكتب مش تترشح أنت لا مش تترشح أنا طيب طبعا أنا كنت أقول بأن لا يمكن اختراق النظام السياسي إلا عن طرق شخصية منه هذا وجهة نظر كان عنه ما بتترشح مجلس ودخلنا للمكتب تخلنا للمجلس الصور الوطني وهذا هو رعي والذي كان يساندوني في هذا الرأي وواحد فقط من قيادة الحركة لي هو سيجعبوب من تعتقد أنت بأنهم كانوا مع المشاركة كانوا مع المقاطعة مقاطعة يعني بتقول لي مثلا أبو جرة و سعيدي عبد الرحمن كانوا مع مقاطعة رئيسية كان سيد أبو جرة سلطاني كان مع مقاطعة الانتخابات الرئيسية هذه أنا أعطي تكسكوب فجأتني أنا لا حقا يعني هذه الحقيقة في الانتخابات الرئيسية الماضية عند رزاق مقري لم يكن مع المقاطعة ولكن المكتب التنفيذي الوطني لم يتبنى رأيه ومشور وطني لم يتبنى رأيه لأننا أدخلنا للمكتب التنفيذي الوطني كمكتب وطني برأي أولهما هو مقاطعة الانتخابات فإذن رأي هو كان مع المشاركة في الانتخابات وبالتالي رأيي الآن في الدخول لانتخابات الرئاسية أنا هذا ما حبيت أن أقول رأيك الآن في الشريعيات هو رأي للدخال الرئاسي أو كنت مع المقاطعة وغلبك كما رأى ما يسوقه الآن هو رأيي اللي رأيه الآن تعال المشاركة في الانتخابات هو رأيي في الانتخابات الرئاسية أنا لم أكن مع المشاركة لم أكن مع المقاطعة أنا لم أكن مع المقاطعة هذا مذهب السياسي هذا فكر السياسي بالطبع يعني ما روج أنت تقرأ في الفيسبو حملة كبيرة شنوها عليك خاصة بما فيه مساندينك يعني أنت بعد شوية يعني قال لك خلانة ودارنا أنا أتحمل وبعدنا القضية أنا أتحمل المسؤولية يعني لأنني أعرف بأنني أعمل في بلد ظروفه صعبة ظروف سياسية صعبة ظروف الاقتصادية صعبة وأي مسؤول سياسي يعني أو أي رئيس حزب أي زعيم سياسي لابد أن يتخر القرارات في بعض الأحيان قرارات ستكون مؤلمة يعني لما نقول المشاركة في الانتخابات سواء كانت رئاسية أو تشعية هو الخيار الأقل لهما سوءا هما في زوج سيئين يعني نحن لسنا بأمام خيارات جيدة نحن أمام خيارات سيئة والعاقل والمؤمن حينما يعرض عليه خيارين فاضلين يختار أكثرهما أحسنهما وحينما يعرض عليه خيارين سيئين يختار الأقل لهما سوءا نحن أمام أوضاع صعبة جدا جدا فتوازن والقيادة هو شيئة القيادة هي التحكم في المقادير هذه القيادة قيادة سيدوزاج قيادة أنت تتحكم في المقادير فإذن أنا بالطبع أعرف بأن كثير من المناظرين وكثير من المواطنين يعني يعتقدون بأن المعارضة هي معناه يسمى المقاطعة هذا غير صحيح لماذا غير صحيح؟ لأن الحزب السياسي العاقل لا يخرج من رؤية سياسية إلا ليدخل في رؤية سياسية أخرى الحزب السياسي ما يخرج من رؤية سياسية إلى اللاشي لو أن مغن الجزائر لماذا دكتور؟ لأن أنتم في الحالة تقسمته كإنتيار المشاركة وهنا الآن تفجرت قنبلة ربما إعلامية هذا ما يره هذا ما يره هذا وشيء المعروف بكل التأكيد معروف وبعوة في المجلس الصورة بالتصور بالصور لماذا قال أننا مسألة هذه يمكن أن نقولها لا المسألة معروفة ومعلومة هو أرى الحزب السياسي ما يقدرش يخرج من رؤية سياسية علم فيها من أشياء لا تعجب ولكن هذا هو المتاح ليدخل إلى اللاشي لو أننا في الجزائر كانت الظروف تشبه الظروف التي وقعت مثلا في أوروبا الشرقية أو في أمريكا الجنوبية أو في بعض الدول الإفريقية لما تفزد عملية سياسية الانتخابات تعود يعني لا شيء يخرجوا الناس للشارع ويغيروا التغيير السلمي بطريقة أخرى نخرج للشارع ندير تظاهرة في الشارع وأستطيع عندئذ أن أضغط عن نظام سياسي ويمكن حتى أسقط نظام سياسي سلميا عن طريق الشارع لو كان هذا الأمر ممكن عندئذ لا ندخل في الانتخابات نخرج من رؤية السياسية لندخل رؤية السياسية ولكن هذا الأمر ليس ممكن لا الوضع على البلد يتحمل ولا الشعب الجزائري مستعد للخروج للشارع ولا الأحزاب السياسية مستعدة للخروج للشارع ولا منظومة الحكم تتحمل أن يعبر الناس سلميا في الشارع إذن هذا الأمر في هذه المرحلة غير ممكن أما قضية المشاركة في الانتخابات يعني معلوم بأنها مزورة ياسي رفق أنت تعرف أن الحركة الوطنية شاكت في الانتخابات كانت تنظمها الإدارة الفرنسية وهي مزورة وهم يعلمون بأنها مزورة وكل مرة تزور يزيد الشارع في الانتخابات إلى غاية أول نوفمبر لم تأثرت بالحملة لأنها ضدك في الفيسبوك بعض أي حملة حملة ضدك في الفيسبوك ولماذا شارك ولماذا خلقنا في نسطرين ما عادي هذا مكان عادي ما عادي جدا هذا يعني كما كما كاين الناس معجبهم في الحال كان عدد كبير جدا من الناس يعجبهم الحال كاين بكثرة الأغلبية الساحقة تعويعة أعجبهم الحال لماذا تعرمت بحملها لازم تعرف هذا المفيق بأن اتخاذ قرار المشاركة في الحركة تأخذ بالإجمال يعني معناه كل الحركة تجهل المشاركة ليس مثلا جيها كانت عندها رأي و جيها ما عندها شرأي يعني يعني طوفان الأغلبية السالحة متجهل المشاركة يعني حتى سبر الأران اللي قمنا به على المستوى الهياكل المحلية متجهل المشاركة يعني هذا رأي شوف هذا رأي متجهل الحركة بالإجماع لماذا ما تحلفت واخدته قرار واحد في التنسيقية أنه الخلافات الإيديولوجية كل الأحزاب تأخذت القرار المشاركة كلها كل الأحزاب وش كل ما تأخذ قرار المشاركة كل الأحزاب تأخذ قرار المشاركة هذا النضج السياسي الأحزابية تعلم بأن هذا هو المتاه أنا أستمر أنا أستمر في المقاومة أنا أعلم بأن انتخابات يمكن أن تزور ولكن أقول للنظام السياسي أنت درت رأيك فيه يقالوا الانتخابات درت رأيك في الهيئة على الانتخابات لم تسمع للمعارضة إذن نحن الآن نضعك أمام مسؤوليتك مسؤوليتك لأنك إذا أردت أن الانتخابات لا تزور لا تزور قضية قضية إرادة سياسية إذا النظام سياسي قرر أن لا يزور لن يكون هناك تزوير بغض نظر عن القاوانين هذا أمر مهم أن المسألة ملقاة عن نظام سياسي نظام سياسي إذا زور انتخابات معنا مدّي البلاد الهاوية ماذا خايف الآن جمعة البناء يتحلفوا مع السلطة هذه الأمور لا نجحت أنا واثق من حركة قال المطري قصر الحركة إذا أداو بإرادة الشعب هذا شي طبيعي إذا الناس أداو بإرادة أخرى وهذا غير متصور غير معقول هذا لن يثبت لن يستمر أنت شفت التزوير أنت شفت التزوير والغش هذه حركة متجذرة في المجتمع سرافية هذا هو تاني بناء حركة تعكم هذا هو تاني بناء حركة هذه الحركة موجودة في 48 ولاية هذا الحركة لا يوجد لا يوجد حزب في الجزائر له وجود هيكلية راصخ في 48 ولاية إلا حركة مجتمع السلم لا تحدث عن أحزاب المنفوخة من إيرادة سياسي لا تحدث عن أفلان أفلان حزب موجود يعني يقول ما عندهش في 48 ولاية لا يوجد حزب غير حركة مجتمع السن عنده أحزاب مقراتها مفتوحة باستمرار بما في أحزاب أخرى لا يوجد حزب عنده وجود في 48 ولاية مقراته مفتوحة في كل وقت هيكل وتشتغل غير حركة مجتمع السن أصبرني حزب مثل هذا لا يخاف حزب مثل هذا لكن هذا أيضا أبناء حركة مبروك مبروك وقال لك عندنا الحجد أهل وسائل بهم أهل وسائل بهم وحنا عندنا تمثيل تعال إخوان الجزائر على كل حال مسألة وضحت في انتخابة 2012 في 2012 حسمت المؤمور لا يعني إخواننا هؤلاء في 2017 خلت تمد المعطاية هؤلاء الإخوان هؤلاء الإخوان يتحدث فعليهم وما قال لك مقررة ومديها إخوان إخوان هؤلاء الذين تتحدث عنهم كانوا مجتمعين في 2012 ولكن الانتخابات الشرعية بيّنت الأحجام لأنني أقول لك التزوير التزوير اللي في الجزائر أنهم يزيدوا لأصحابهم يزيدوا الأحزاب الموالات أما الأحزاب الأخرى فأحجامها حقيقية يعني الترتيب يكون عادي ماذا ما تخدمتوش تتحالف وأنتم تغييروا البناء نحن اتخذنا قارة في مشوار الوطني بالتحالف ولكن التحالف عمس ومحل يعني هذا الشيء اللي تفقنا يعني بمعنى أن الإطارات المحلية على الأحزاب تجتمع فيما بينها تجتمع فيما بينها وإذا قرر نحن أنا كرئيس عركة مجتمع السن وكمكتب التنفيذ الوطني نحن سنرافق هؤلاء وسندعومهم يعني أنا أحبذ وأدعو وأدعو إلى التحالف على المسؤول المحل يعني مجمعة التغيير والبناء يعني كل من يريد أن يتحالف معنا على كل حال نحن الكثير من إخواننا في مختلف الأحزاب الإسلامية يعني عارضين على عرضين عن المشاعة التحالف فلذلك أشوف فلذلك إذا الأحزاب الإسلامية الأخرى لها وجود في الولايات إحنا فاتحين المجل التحالف في الولايات بما فيه شمعت جاب الله كل الأحزاب كل الأحزاب الشرط يكون إسلامي وخلاص يعني بالطبع هي أنت تتحالف أكثر مع العائلة التعكل لكننا الأمر مفتوح إذا شوف إذا الأحزاب عندها وجود عندها وجود مختلف في الولايات نحن ندعوها أن تتفاوض في كل هذه الولايات ما زلت مع طرح أكسي عبد الرزاق نحن ما نكونوش في الحكومة وإذا كنا نكونوا بالبرنامج ونكونوا السياد ونكونوا كذا ولا تنازلت عليه هذا لا أبدا أكيد كيف؟ نحن حزب جاء من أجل خدمة البلد ما جيش با يخدم حزبه الحركة لا مجال لا مكان فيها لا طموحات الشخصية لا طموحات الحزبية قدرت كون في الحكومة أحنا ما ناشي جايين ما ناشي مؤسسي الحزب نتاعنا بأن نديره رجيس الكميرس اسمح لنا وضعك هذا الحزب ماوش رجيس الكميرس هذا الحزب ماوش من أجل من أجل الإطارات اللي موجودين فيه ولا لي هذا الحزب هذا الحزب جاي من أجل البلاد إذا فيه فرصة بعد انتخابات حرة ونزهة إلى حكومة الشارك فيها كل الجزائريين نكونوا موجودين بآرائنا وبرجالنا أما زمن الواجهات انتهى انتهى الموضوع هذا قال له دي أرواح نعطيك وزارة ويبقى برنامج الرئيس ويبقى برنامج الرئيس وانت طبق برنامج الرئيس نحن لسنا مع هذا الطرح لسنا مع هذا الطرح نحن كل أحزب تجيب برنامج ويتناقشوا ويبنيوا رؤية مستقبلية ونعتمد على الإطارة الموجودة في البلاد على النخب الموجودة في البلاد على الكفاءة الموجودة في البلاد ونبني رؤية اقتصادية معا كايش حاجة فوقية قال لني عندي أنا برنامج يعني منش عارف حتى من على باله الشي هو وقال لنطبق برنامج غير هذي شوفها سيرة فيها قديها من عندي حركة مجتمع السلم لن تسير إلا في برامج توافقية حركة مجتمع السلم لن تطبق برنامج غيرها حركة مجتمع السلم لن تكون واجهة للزينة يعني ما تجاركش في الحكومة حركة مجتمع شوف إذا الذين يريدون كيف أشعران سفايز في انتخابات يجي يقول لك نخلي برنامج إذا 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 الذين يشكلون الحكومة ما بعد الانتخابات يحبوا ديروا رايهم ويجووا الناس يحطوهم في الزينة نقول لهم برك عليكم برك عليكم نحن مصمرين نحن مصمرين في كفاحنا ومصمرين في نظامنا ولكن نحن نقول لهؤلاء أنا كنت نسبع فيك في التقرير سيرافيق يعني أنت بنفسك يعني رسمت صورة سوداء التسير الموجود في البلاد كوارث لا لا نتكلم عن المسؤول المسؤول ولكن ما المسؤول هي الحكامة سيرا يعني سيرا يعني سيرا نجب تعرف لي المشكلة حتى موش حتى في البرامج هو مشكل في الحكامة في اللا جوفيرنونس الذين يحكمون عاجزوا فاشلوا في تحقيق التنمية ليس ما كنت تقول عاجزوا وفاشلوا في تحقيق التنمية إلى ما تنتظرهم نحن نقول لهم نحن نقول لهم أروحوا مع بعض نفكروا في البلاد أروحوا مع بعض نبلروا رؤى لمساعة البلاد خلينا نخرج فاصل بعد الفاصل يكون معي زميل يوسف زغبا في الجزء الثاني من حصة بلا قيود في فخرة كواليس وكوبيس مرحبا أعزائي المشاهدين فاصل ثم نوصل لجزء الثاني من حصة بلا قيود في فخرة كواليس وكوبيس أهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا في جزء الثاني من حصة كواليس وكوبيس دائما مجددا نرحب ضيفي الدكتور عبد الرزاق مقرر رئيس حركة مجتمع السلم وزميل يوسف زغبا في فقرة كواليس وكوبيس مرحبا رفيق فقرة كواليس وكوبيس مرحبا دكتور فقرة كواليس وكوبيس نستهل له هذا الأسبوع كالعادة بمقال أسبوع لزميلة حبيبة محمودي من يومية النهار تحت عنوان زيادات في أجور الظوالية لرفع الدعم عن المواد الأساسية تتجه الحكومة تقول النهار نحو التخلي عن سياسة دعم المواد واسعة الاستهلاك حيث علمت النهار من مصادر حكومية بأنه يجري حاليا التفكير في الحد تدريجيا من أساليب الدعم المعمم لوضع سياسة استهداف الأفراد دوء الدخل الضعيف وعليه تقرر الانتقال إلى نظام التحويلات النقدية لتعويض الزيادة في الأسعار الناجمة عن التخلي عن نظام الدعم المعمم الذي سهم في التفاقم المساواة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع الجزائري للحبوب بإجمالي يقدر بـ 29.9 مليار دينار والشأن نفسه بالنسبة للديوان المهني للحليب بقيمة 11.7 مليار دينار وكانت النهار قد كشفت مؤخرا بلغة الأرقام ميزانية الدولة الموجهة للتحويلات الاجتماعية التي رصد لها ما يزيد عن 163 ألف مليار سنتيم ما يمثل نسبة 8.4% من إجمالية الناتج المحلية الخام مسجلة بذلك انخفاضا قدر بـ 210.8 مليار دينار حيث تم تخصيص أكثر من 41 ألف مليار سنتيم من أجل دعم الأسر الجزائرية وهو الدعم الذي سيعرف انخفاضا بنسبة 7% في السنوات المقبلة دكتور لازم نروح للدعم الذكي يعني الآن الملياردير شركة الزوال اللي ما عنده شهر للأسعار طيب هذا أمر مهم جدا الحديث عنه هناك عدة ملاحظات الملاحظة الأولى هذا أمر لا يفاجئنا أعتقد سيرفيق بأنها كانت لفرص سابقة معك وتكلمنا في شأن الاقتصاد يعني في زمن مبكر جدا ومرنا في قدهن بلاطو منذ الآن ثلث سنوات وقلنا بأن نصنصل إلى هذا الأمر في ذلك الزمن الحكومة لم تكن تعي وكانت في حالة غرور الوفرة المالية الكبيرة ورفضت أن تصحح المصار فإذن هذا الأمر لا يفاجئنا وكنا قد تنبأنا به وستشرفناه منذ مدة طويلة هذا الأمر الأول الأمر الثاني هذا إعلان تعفقار الشعب الجزائري معناها الشعب الجزائري ره يسمع الآن وره يقرأ في وسائل الإعلام ويسمع كذلك موجود من قارات بأن مساحة الفقر العيد بالله نساء الله العافية راح تتوسع في الجزائري ونعرف ما يأتي مع الفقر الأمر الثالث من المسؤول وكاذا الحكومة هي مسؤول على هذا الأمر الذي يسير هو المسؤول الحكومة كلها دكتور يقول قائل حتى أنتم كنتوا شركاء في الحكومة نحن بالقصة التي كنا فيها ويحاسب قطعا قطعا لا يوجد مشكلة ولكذا كلام قديم المهم أن الذي كان يحكم من الاستقلال إلى اليوم خاصة في هذا السلطة الأخيرة حيث كانت الوفرة المالية كبيرة مسؤول على هذا الأمر اللي مسؤول يروح كيف ما روحنا نحن يا سيرا فيقاك تقول لي تم مسؤول نحن روحنا نحن خرجنا من الحكومة طيب إذن اللي مسؤول يروح الأمر 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 الأخر هي المسألة مسألة حوكمة مسألة غوفيروس أولا ضيعوا وقت كبير ثانيا هذا المواطن الجزائري اللي رح يلقى روحه أمام هذه الوضعيات لازم قبل ما تمشي لهذه الوضعيات لازم توجد له مؤسسات يشتغل فيها لما الجزائري يعد لما الجزائري يعد جيبه جيبه سخون يستطيع أن يواجه هذه الوضعيات إذن لابد مؤسسات اقتصادية هي التي تسمح ثالثا في قضية الحوكمة قبل ما تمشي هذا الأمر هذا لازم تكون عندك سيستم دين فورماسون لازم تعرش كل فقير وكل مش فقير طيب روحه صراح يوسف الحكومة بهذا الشكل اللي رأي موجود لن تستطيع أن تتحمل هذه الأعباء لذلك قلنا نحن يجب أن تكون انتخابات حرة ونزهة ثم بعد ذلك تكون حكومة وحدة وطنية لا تكون لها معارضة قوية هذا أمر مهم حتى ننتقل الانتقال الاقتصادي نحن في حاجة إلى هدنة سياسية واقتصادي اجتماعي أما بذهنية السيطرة والهيمنة هؤلاء سيسيرون إلى وضع خاطئ تصريح الأسبوع تصريح الأسبوع للفريق أحمد قيد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في تصريحات قوية يؤكد فيها بأن الجيش الشعبي على وشك رفع التحدي وبسفة نهائية للإرهاب للرمي به في سلة مهملات التاريخ بالإضافة إلى بناء جيش قوي ومتطور ورادع نشاهد في هذا التصريح وإعلاء مصلاحة الوطن فوق أي اعتبار أخر وفي هذا الصدق بالذات فإننا في الجيش الوطني الشعبي سهل الجيش الحالي الوطني على وشك رفع تحدي بسفة نهائية للإرهاب لنرمي به في سلة مهملات التاريخ ونتفرغ بحول الله تعالى وقوته نحن نهتدي بتوجيهات فخانة رئيس الجمهورية القائد الآية قوات المسلحة وزير الدفاع الوطني لكسب رهان لاستكمال الناجح لمشوار بين جيش وطني قوي متطور وردع الإسلاميين دكتور ما جيش وطني قوي وردع حركة حركة مجتمع السلم مع المؤسسة العسكرية في خندق واحد دماؤنا دماؤهم وعظامنا عظامهم ولحمنا لحمهم ومصيرنا مصيرهم نحن مع المؤسسة العسكرية جسد واحد وشيء واحد ولم يبقى للجزائر من مؤسسة قوية ومتماسكة إلا المؤسسة العسكرية ولذلك خاصة في هذه الظروف التي نعيشها نحن سند للمؤسسة العسكرية وهذا الأمر هذا يعني ليس محل نقاش أصلا وليس محل أن يطرح السؤال فيه تماما نهاية الأسبوع عرفت تناقض في تصريحات وزير الفلاحة عبد السلام شلغوم ووزير الصحة سي عبد الملك بوظيف بسبب موضوع انتشار فيروس انفلونزا الطيور الذي أكده الأول ونفاه الثاني نشاهد في هذه التصريحات وفي حالة ما الأمور تطور سنعمل سويا مع وزارة الصحة كذلك لحماية الإنسان ولي حد الآن ما كان حتى مشكلة بالنسبة الوسمي الوسيكتر بالنسبة لطيور ما كان حتى مشكل كانت بعض الطيور ونحن اللي درنا التحاليل ونحن اللي صبنا المرض هذا والمشكلة هل يرى هو كي يتابع من طرف البياطير ما فيش انفلونزا الطيور في الجزائر الكلام اللي تكلموه تكلموه على المنطقة المحمية في المنيعة اللي أنا نعرفها جيدا وكان لي الحظ وليا الشرف انه اتخذت فيها قرار بانه صنفتها كأول منطقة اميد يعني رطبة في الوطن ومن خلالها اللي جات البقية وجات القوانين الى غير ذلك فليس هناك انفلونزا الطيور ميش موجودة وكذبوها واقول بانه ميش موجودة اخي 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 انفلونزا الطيور مشكل بيلي 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 السياعبد المالك هذا ليس مستغرب وهذا ليس اول مرة يقع التناقض داخل الطاقم الحكومي هناك امور اكثر من هذا وقعت هناك وزراء يتهم وزراء اخرين بالفساد وهم موجودين في الحكومة في اخر مرة الرصد الثالث نقترب منك شوية دكتور نواب الأفلان يتحدثون عن تراجع احزاب المعارضة عن قرار مقاطعة الشريعيات المقبلة الذي كان قد صدر مؤخرا تحداؤكم بنبرة التحدي السباق بدأ باكرا دكتور وما يكون لا تزوير ولا هم يحزنون حسب نواب الأفلان نشات في هذا الصريح ذلك بفعل يعني حكمة كعادته السيد رئيس الجمهورية يقذف بالكرة في ملعب المعارضة يعين على رأس الهيئة المستقلة السيد الدربالي واللي هو يعني محسوب على المعارضة محسوب على التيار الإسلامي محسوب يعني 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 ببساطة ويعني الآن يعني 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 ما عندهم حتى حجة لما كانوا يدعوا التزوير كانوا يدعوا التزوير في السناديق لكن في القاعات كيف كنا نزورو لهم يا أخي لا يستطيع أن يملأ القاعة تجمعات جبات تحليل كانت واضحة وتجمعات المغارضة كانت واضحة كانت لا تعدو عدد الحاضرين في قاعاتهم ومع عدد مكاتبهم الولائية كيف نحن نزور لك نزور لك القاعة القاعة يا أخي فيها ناس وكانت ناس جاتب إرادتها باش يميتكلموش وباش ميوسخوش الجزائر ككل مرة أنه يكونوا التزوير وما ما التزوير وهذه الأسباب الواهية الآن يعني سطعت الشمس ووضع السيد الرئيس كل الأمور في الواجهة ذلك لازم يشاركوا وذلك نشوفهم وزنهم الحقيقي ولكن يزيد أنا متأكد باللي وزن جبات تحليل راح يكون يعني قوي ولكن هذة المرة نزيد ونشوفهم على حقيقتهم مشكلتها القاعدة دكتور متن ماذا تقع يعني حتى المناظرين فقط الجمهور عدتهم تجيبوش يقول لك والله يعني الذي يرى التقارير ويرى يعني تقارير نحن اللي رأي تصدر بشكل دائم في فيسبوك يعني يرى بأن حركة مجتمع السلم لا تجمع الناس كلهم في العاصمة في كل ولاية تجمع الناس ولك عندكم توم الحجد إلا في الواد يعني لا في كل الولايات أنا عندي تقريبا كل أسبوع أو كل أسبوعين عندي تجمع في ولاية من الولايات تلقاها مليانة يعني وهذا يكفي أنك تدخل تدخل للموقع تحركة مجتمع السلم يعني والصفحة تاعيانية وصفحة تاع الحركة ستجد يعني القاحة يعني ممتلئة في كل وقت وفي الحقيقة يعني بالنسبة للتزوير لم يكنوا خمس رؤساء حكومات كلهم يقولوا بالانتخابات كانت مزورة لما ولات يقولوا بالانتخابات كانت مزورة لما لجنة برلمانية هي التي أثبتت التزوير يعني 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 أعتقد وحكس رئيس الجمهورية في تصريح من تصريحاته كان قال بالانتخابات كانت مزورة نرح لرصد الأسبوع دكتور أعود بك إلى تصريح لك سابقا سقط منك سهوا لكن المعنى كان كبير نشاهد في هذا التصريح أذكر كذلك حزب الشعب ومصالي الحاج الذي كان يساريا فإذا به يدخل على قضايا الأمم من بوابة فلسطين عن طريق الشاكيب خالي الذي شرح له قضية فلسطين شاكيب أرسلان شاكيب أرسلان شاكيب أرسلان الذي أدخل القضية قضية الأمة العربية ماذا كلمة الكبيرة دكتور ما كان ولو عادل هذا معناه بل يفحق الفساد مقلقنا بالزاف ومحيرنا وإن الفساد بلغ إلى حجم كبير أصبح حاضر في مخيان وحاضر في مشاعرنا الأسف الشديد رأى الرصد الثاني سيتان لابسيس ريفيلا تورك نمر إلى الرصد الثاني تغريدات ومناشر لعدد من الإعلاميين تعلقت بهم الأحداث على الساحتين الوطنية والدولية في الأسبوع المنقضي بداية بالإعلام أنيس رحماني غرد على صفحته في تويتر كتب ترمب في إشارة إلى المسلسل الكارتوني الأمريكي الذي تنبأ بهذا الوضع الجديد للولايات المتحدة الأمريكية قبل 16 سنة ترمب خطر عليكم دكتور أو لا لا شوف باللي كيفشت الوصول على الأمة والله شوف بعضي شوفوا يعادي للمسلمين لا يوجد خطر على أمة قوية ومتماسكة لما تكون الأمة قوية ومتماسكة لا يوجد عليها خطر الخطر هو من الدخل سواء ترمب ولا غيره ترمب يمثل توجه جديد صحيح يبدو للجميع بأنه خرج خارج إدارة المؤسسة الأمريكية ولكن في الحقيقة كثير من المؤشرات سابقة ترمب هي على منهجه يعني لما نرى الموقف الأمريكي من السعودية وتغريم السعودية في القانون من سوريا ترمب أيضا موقف ترمب تقرب مع بوتين مع بوتين كذلك خروج معادات الإخوة المسلمين خروج بريطانيا مثلا من الاتحاد الأوروبي هذه كلها سياسات تتماشى مع ذهنية ترمب بمعنى أن هناك قوة موجودة داخل المؤسسة الأمريكية لها كانت في حاجة إلى من يقود هذا التوجه الدولي يخوف كم شو لا يخوف كم دكتور نحن لا يخيف هنا نحن نخاف من أنفسنا حينما نكون لسنا في المستوى أقل من ترمب يخيف هنا يجب أن نكون في المستوى نمر إلى المنشور الثاني للإعلامي محمد يعقوب علق على فوز ترمب هو الآخر بالرئاسيات في أمريكا قائلا هل نحن أمام غورباتشوف جديد لتفكيك الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما حدث للاتحاد السوفيتي النوع العرقية ورفض الآخر والخطاب الصدامي أهم السمات المشتركة بين ترمب وغورباتشوف الولايات المتحدة قد لا تبقى كذلك في هذا العهد الجديد وهنا كانت قد اندلعت مظاهرات ضد ترمب تطالب بفصل فلوريدا بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية هذا تفكير جيد لأن فيها عناصر التفكيك في الولايات الأمريكية المتحدة منذ مدة ترمب يمكن سيغذي هذه التفكيك ولكن الأمر ليس بالبساطة نمر إلى المنشور الثالث الإعلامي أسامة وحيد نشر على صفحته دائما في موقع فيسبوك قائلا ليلة أمس هاتفني ترمب لساعات طويلة وأخبرته على كل شيء عن الجزائر فأجهج المسكين بالبكاء من شدة التأثر وقال لي كم هو عظيم بلدكم كل هذه الترمبات لديكم ولم تنقارض لدينا ترمبات بزافة دكتور عنده حق الزامة لسا موقع الرصد الرابع الرصد الرابع يعنيكم دكتور الإعلامي قادة بن عمار نشر على الفيسبوك كذلك قائلا إذا كان الدكتور عبدالرزاق مقري يمثل الأقلية داخل حركة مجتمع السلم فلماذا لا يستقيل أفضل له على الأقل من تبرير ما لا يبرر ومن دفاعه عن قرار هو غير مقتنع به في إشارة إلى قرار تشريعي كبيرة هذه جاوبتكم جاوبتني لكن ربما الكثير مش قانع باللي أبو جراك مع المقاطعة يقول لك باش ميترشع ممكن مقري فقط لا يعني كان عنده جد نظر ربما يا رب أنا مسح الحركة في المقاطعة لا يوجد حرش في ذلك على الإطلاق طيب دكتور بدأت نقترب لك شيئا فلانا لحكت عندك صح تركي دكتور يشع بأن عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم قد طلب لقاء مسؤولين أمنيين كبيرين وحسب ما يشع فإن رئيس حركة المجتمع السلم قد التقى هذين المسؤولين واشتك لهما من بعض الأمور خاصة وأنه كان جد متخوف من دعم السلطات لفريق أبو جرا السلطاني على حسابه فيها أو لا 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 والتقين ببعض المسؤولين يعني سألنا سألنا على صنداج كانت يعني بعض الأجهزة الأمنية قامت به داخل الحركة وداخل مؤسسة حركة سألنا على هذا الموضوع ولم نجد جواب بالأسف الشديد يعني ولم نجد جواب يعني العملية حقيقية ولكن الجواب الجواب كل واحد يعني كان يعني طيب يعني لم نجد شيء يعني يجيب على هذه الحالة كان استنكر يعني الذين سألناهم استنكروا هذا الأمر هذا الذين سألناهم قوا عندك دكتور الذين سألناهم استنكروا هذا الأمر هذا ولم يقبلوه وتأففوا منه كثير يعني برغم أنه واقع يعني الحقيقة يعني على كل حال هذه بلد حبو يدعمه الكابو جرا حبو يدعمه لا سألنا على صنداج التفاصيل شيء آخر يعني يعني كان وقع صنداج في داخل مؤسسة حرك يعني فنحن ذهبنا نستفسر لأننا ندار باسم الدولة الصنداج هذا ندار باسم الدولة بس الناس تكلموا باسم الدولة يعني فذهبنا نسأل الدولة ولكن الذي نسألناهم تعاطفوا معنا واستنكروا هذا الأمر الذي وقع هذا هذا عندك دكتور يذعب أنا رئيس حركة مجتمع السلم السياة عبد الرزاق مقري قد أصيب بقلق كبير بعدما سمع بخبر قيام نائبه الهاشمي جعبوب بدعوة عدد لبأس به من مناوئيك على مأدبة عشاء في منزله وحسب ما يذع ما زاد من قلقكم دكتور هو أن عبد الرحمن سعيدي هو من خطط لهذا العشاء وحضره أبو جرى سلطاني لا نعم عبيت فوض صحيح هذا الأمر تكفلت به مؤسسة حركة ما أعرضك شلاش هذا هذا الأمر كفل به مؤسسة حركة وكانت مؤسسة حركة في مستوى عالي جدا ما فهمتش الله ما فهمت كان هذا الأمر لما تفضلت به تكفلت به مؤسسة حركة ومؤسسة حركة كان أداءها عالي جدا جدا وأعطت صورة على المستوى المرتفع وعلى أداءها المتميز يعني والأمر عولج داخليا قالوا لهم الامر عولج داخليا يا دكتور قالوا لما تعشوا المرحول يجى داخليا ولا مجال للحديث عنه في وسائل الإعلام المهم أن مؤسسة حركة تكفل وفطرت صحيح بشترة تفوت لا أنا لم أتدخل في الموضوع على الإطلاق أنا كعبد الرزاق مقري لم أتدخل في الموضوع على الإطلاق الذي تدخل في الموضوع هي مؤسسة حركة أنا شخصيا لأنه مجعبوب مستقيلة دكتور أو لا مو مستقيل السلاش مجعبوب كنا تكلمنا في وسائل هو قدم استقالته وحنا رفضنا استقالة تعالى والآن موشي مارس في مهر سنعرى ذلك في المشهور المقبل إن شاء الله الجلتون وفقط الإعلان عليها رفضنا الاستقالة يعني هنا قلنا بأنه سلاش منزلنا يعني نحتاجه يعني واشاء الله يعني نهار أبو جرام نهار الهيش مجعبوب لا هذه جدا يعني إحنا حركة مؤسسة يعني كش ما شوف تحتها كش ما شوزرنا في القيرة مع بعض ما نهاش في القيرة هذه رع البلاغة شوفها سي رفيق لازم تعرف بلي حركة المجتمع السلم ليست ثكانة عسكر لانتو بحس بديم خاطئ ليست ثكانة عسكر حركة في التنوع ولكنها عندها مؤسسات مسؤولة يعني كان حدود مؤسسة حركة لا تقبلها لا تقبلها يعني كان حدود لما نصل إلى حركة تدخل بقوة سأبقتي شاء الله ما رضوك شا دكتور أنا تعشيت عن سيعة الهيش مجعبوب بعدة مرات طيب خلي رحل بلغ الأسمع بلغ الأسمع بأن الدكتور مقري قد بدأ من الآن في التحضير والتخطيط للترشح لرئاسة الحركة سنة 2018 وحسب ما بلغ الأسمع فإن بعض مقرب برئيس الحركة الحالي هم من أكلت لهم مهمة مناشد الدكتور لترشح لعهدات جديدة وبلغ الأسمع كذلك أن مقري هدفه الكبير هو الفوز برئاسة الحركة ثم الترشح لرئاسية 2019 أعطني سكوب فيها الله ما فيه أنا أعطيك سكوب هذه أول مرة نسمع بهذه الكلام أنا ساتق معك سيرا أنا أشوف أنا هذة الكلمة تقول فيها أول مرة نسمع به في حيث لو فيها الدوزيامون مع لي نجو فيها الدوزيامون لا لا ما فيه أنا أمامي استحقاقات أمامي استحقاقات وأمامي أهداف وخطة أنا منشغل بها الأحزاب التي تجعل نصب عينها المناصب والمواقع على حساب الإنجاز وعلى حساب العمل وعلى حساب تحقيق النتائج في الخطط والبرامج هي أحزاب الليست في المستوى أنا صاحب رسالة سيرافيق وصاحب مشروع سعادتي هو حينما أنجح في مشروع خالي نروحوا الحقيقة وجب أقولها حقيقة وجب أقولها الوزير الأول عبد الملك سلال حقيقة فكك قنبلة من العيارة الثقيل بتمديده لأجال تسوية وضعية السكنات غير الجاهزة وبتالي بعث بشيء من الراحة في الأوساط الشعبية كما أن هذه التعليمة التي وجهها الوزير الأول عبد الملك سلال تأتي في ظرف جد خاص هو أكيد بكل تأكيد أي شيء يفرح المواطنين نفرح به فرحتنا ما فرحت المواطنين ولكن هذا التخبط لا يعني لما أنت لما حكومة وحدة في هذا الأسبوع اتخذ قرار الأسبوع اللي بعده يلغيه هذا الوزارة هذا الأسبوع اتخذ قرار اللي بعده يلغيه وزير يقول كلام وزير يقول اللي ضده معناه فيه التخبط معناه لا توجد حكامة لا يوجد رشد في الحكم حقيقة وجبة قولها كذلك حركة مجتمع السلم تعرف جيدا من أين اشتقى مصطلح سياسة وتطبق ذلك حرفيا فوق أرض الوقع بمعنى أن الحركة تعرف تعوم وما ينخافش عليها وللإشارة فإن مصطلح سياسة اشتقى من كلمة السائس أي مروض الحصان كما تعلم دكتور نحن نفتخر بهذه الصفة نشكركم على هذه الصفة بطاقة حمراء ما شي لك دكتور هذا الأسبوع تمناح لي واليسكي ذا اللي كانت تكلمت عليه في تقديمك زميلي رفيق شاطر عبد الحاكيم الذي هدد وتوعد أحد المقاولين بأنه يرجع زيرو ويهزكابتو وخارج ناسيا أو متناسيا أنه مجرد إطار سامن وموظف لدى الدولة الجزائرية وفقت لا أكثر ولا أقل وأنه لا يستطيع أن يطرد أو أن يرد أي شخص كان زيرو لأن هناك عدالة هناك قانون والقانون فوقه وفوق الجامعة دكتور هو في الحق سيد الوالي لم يكن في حاجة إلى هذه المفردات المصطلحات القاسية والمؤذية نحن اليوم كنا في اليوم الصباح أطلقنا دورة تكوينية لمشروع كبير سمو خبراء تنمية يعني بعدما نطلق مشروع لجان القطاع المتخصصة وأكمل البرنامج 34 قطاع قطاع يعني ادخلنا في برامج تنمية مما قاله المكون اليوم أن التنمية تتحقق بذهنية الشراكة بذهنية المفاوضات ما هيش بالسلطة وبالهيمنة يعني يجب أن يكون الفاعلين الفاعلين كلهم يعني اللي هي الدولة التي يمثلها الولي والمتخبين والمجتمع المدني والقطاع الخاص هؤلاء يجب أن يكون بينهم تفاوض ويكون بينهم تشارك وحوار مستمر من أجل تحقيق تنمية أما لطورتي هذي كما اكسيسيب هذي ما تنفعش ما تغير ما تغير نروحوا لها دفتور نشوفوا بعض الصور اللي تعلق عليها الصورة الأولى الشيخ أحمد هذا شيخي وأستاذي وولي ونعمتي الله يطور فيه عمر إن شاء الله وينفع به البلاد إن شاء الله إن شاء الله مر لله مقرية مقرية قلت لك مبراشي في تركيا هو دابور من يشعرفوا عليها واللي يفكر لهي بعيد والنار رأي تحتو هنا في عند رزلي سيلي خدري بورك عاقل اكترك يا دكتور والله شوف احنا تعلمنا نحترمه الكبار خاصة نكعده مجهدين يعني وهو حبيبنا وحبيب الشيخ وبالتالي احنا لا نؤخذه احنا شوف احنا تعلمنا العمل لخدمة بلادنا في الخارج اللي يسموها الدبلوماسية الشعبية من الشيخ محفوظ نحناح أنا كنت من الواحد من 92 إلى غاية 98 كنت رفيق الشيخ محفوظ نحناح في الجانية والعلاقات الخارجية أخفت عليه الصنع أنا عندي قدرة كبيرة على العمل مع العلاقات الخارجية هذه تسمى في العلوم السياسية الدبلوماسية الشعبية لصالح بلادي أنا لما نكون مثلا الآن لما نكون أمين عام تعمون تدك ولانبور اللي رأسه مهاتير هذا شرف الجزائر لما أنا نسير يعني في كل سنة مؤتمر تحضروه ممثلين من 30 دولة لما نسير شبكة باحثة لكن ضمن كثير معك تحلق قولن هذا رجل يسير ضمن مشروع أمريكي متورط في محاولة انقلاب وهو في الحقيقة ضمن مشروع أمريكي ضمن مشروع أمريكي كلم كبيرة بكل تأكيد وهذا الذي كتبته أنا في المقال هذا الذي كتبته أنا بالعكس أنا متضامن كلية مع الحكومة التركية قلت بين نوردوغان كتر لا أنا قلت نصيحة يعني الحذر في التجاوز في العقوبة لمن لا يستحقها وكذلك الحذر في عدم ظلم الناس يعني لأن في بعض الأحيان رد الفعل يؤدي إلى إلى بعض المظامن وهذا الذي قلته أنا هي نفس النصيحة التي قدمها راشد الغنوشي الأربكان وهي نفس النصيحة بالذات كما قلت أنا بالضبط التي قدمتها قيادة حركة المقاومة الإسلامية لأردوغان يعني الحذر بأن لا يكون رد الفعل في شيء من الظلام أما نحن نحن متعاطفون ومساندون الحكومة التركية اللي هي مفخرة العالم الإسلامي في التنمية ونصيبه بورقعه وشو نقوله نقوله أنا مبرونشي صاحب صاحب برونشي مع الله سبحانه وتعالى أنا مبرونشي مع المولى سبحانه وتعالى الباقي كلها هي اجتهادات من أجل خدمة بلادنا وخدمة أمتنا وخدمة ديننا وبالطبع خدمة حركتنا نمر للصورة الثالثة زميلك أبو جرى الصورة لا توجد خربة في الصورة أبو جرى رئيس حركة سابق ووزير سابق ووجوده في مثل هذه المواقع ستنفسه على شكل يترشح للرئاسيات أسي عبد الرزاق ما فهمش شكل يترشح للرئاسيات لا زالت بعيدة أورا الرئاسيات هذا سلكو أقبل شرعيات محليات رحمه ربنا نمر لك الصورة الرابعة ممكن تعجبك كثيرا الصورة الأخيرة هذا شيخنا وأستاذنا الشيخ محفوظنا نحن بالنسبة لنا ويسبب لي بشكل خاص لم يكن رئيس حركة كان مربيا وكان معلما ونحن تعلمنا منه نحن هذه الطريقة التي نسلكها هي الطريقة التي فتحها لنا الشيخ محفوظنا نحن وبالتالي كل ما ننجزه حسنة جارية له إن شاء الله شكرا لك تكتور على حضارك الله يمبركيك ونتمنى لك توفيق لي كل الحركة إن شاء الله شكرا لك شكرا يوسف شكرا لك أعزائي المشاهدين إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حصة بلا قيود انتظرونا الأسبوع القادم في نفس اليوم والتوقيت سلام اشتركوا في القناة